المئات من المدنيين سقطوا بين قتلى ومصابين منذ بدء العمليات العسكرية للنظام السوري في محافظة درعا المعارك بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام مدعوما بالميليشيات والقوات الروسية احتدمت في الساعات الأخيرة وأكدت مصادر محلية في درعا أن القصفة الجوية والمدفعية لا يزال مستمرا على المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات المعارضة وخاصة في ريف درعا الشرقي ومنطقة درعا البلد داخل مدينة درعا مركز المحافظة فسائل المعارضة أعلنت تدمير عرابة بم بي لقوات النظام على جبهة القاعدة الجوية غربي درعا كما أعلنت الفصائل المنضوية ضمن غرفة عمليات البنيان المرصوص تدمير دبابة لقوات النظام خلال التصدي لمحاولات تقدم باتجاه قاعدة الدفاع الجوي كما استهدفت بقضائف المدفعية والصواريخ تجمعات لقوات النظام والميليشيات الإيرانية عند حاجز الفخذة غربي درعا من جانبها قالت وسائل إعلام تابعة للنظام أنه سيطر بشكل كامل على بلدتين أحتى والمليحة الشرقية وعلى بلدت صمع الهندات المعبر الواصل بين السويداء ودرعا إلا أن مصادر محلية قللت من أهمية تقدم قوات النظام مشيرة إلى أن بلدتين أحتى والمليحة خاليتان من السكان تماما وهما خط اشتباك كما قالت وسائل إعلام النظام إنه بدأ عملية تمهيد ناري في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا باتجاه منشآت الصوامع بهدف قطع خطوط إمداد الفصائل بين منطقة طريق السد ودرعا البلد باتجاه الحدود الأردنية بهدف الوصول إلى بلدت ومعبر نصيب الحدود لكن مصادر محلية أكدت أن قوات النظام لا تزال بعيدة عن المعبر وأن حوالي 50 كم تفصل هذه القوات عن المعبر الاستراتيجي الذي تتمسك به المعارضة إلى ذلك نفت وزارة الدفاع الروسية ما تناقلت وسائل إعلام عن القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية حول انسحابها من اتفاقية خفض التصعيد وقالت إن القناة المركزية تعمل بصفة غير رسمية وأن ما يحدث جنوبي سوريا هو رد على هجمات مواصفتها بالتنظيمات الإرهابية المتطرفة ضد قوات النظام اشتركوا في القناة